السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نسمع هذه الجمل أو التعليمات ونعرف إيش معناها ونسوي نفس حركاتهم يعني لو سمحت قف نشوف سفروت هنا واقف لو سمحت يعني لو سمحت تعال بالأمام يعني تعال بالأمام فرونت معناها أمام واقف نشوف سفروت هنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يعني هنا نشوف الأولاد شلون يعني واقفين على خط طابور شفتهم وراء بعض لو سمحتوا make a circle يعني سووا دائرة please make a circle نشوفهم شو سوين نشوفهم دائرة بيدهم number five please go back to your seat please go back لو سمحت please معناها لو سمحت لو سمحت ارجع إلى مكانك هذا مكان الطالب شوفوه متجهله please go back to your seat number six please sit down شوفوه هنا الصورة هل هو stand up واقف no he is sit down sit down يعني جالس please sit down لا يعني لما تبتأمر أحد أو بتعطيه تعليمات لازم نبدأ بالجملة بكلمة please يعني لو سمحت النشاط الثاني listen again say and do يعني تسمعون هذه الأوامر مرة ثانية وتفعلوا نفس حركاتهم يعني please stand up يلا كلكم الحين stand up stand up stand up stand up كلكم مكفو please come to the front please come to the front يعني تعال بالأمام قدم خطوة please make a line please make a line يعني تسوون طابور please make a line please make a circle please make a circle please make a circle please go back to your seat please go back to your seat go back to your seat please sit down please sit down يعني أجلس fun time be the teacher يلا كونوا مثلا واحد من الطلبة student هو يصير teacher هو يصير مدرس give instructions to your partner يلا أنت بتصير مثلا هذا واحد يختار يصير مدرس والثاني هو بيصير الطالب teacher student هنا قال لأ please stand up قال أوكي ووقف هنا ش قال لأ please stand up stand up يعني لو سمحت قف قف هنا الولد يمثل لنه teacher قال لأ please sit down please sit down يعني لو سمحت sit down يعني أجلس قال أوكي ممكن هنا أن تختار من التعليمات اللي في الصفحة الثانية مثلا تقول please make a circle أنك مثلا تسوون دائرة أو please come to the front يعني تعال بالأمام في نهاية هذا الدرس كان انك تستطيع do three classroom actions هل تقدر تسوي ثلاثة من الأفعال اللي أخذناها الأوامر اللي أخذناها أنتوا الحين أخذتوا ستة أوامر هل تعرفت ثلاثة منها إذا تعرف ثلاثة أوكي صح give two classroom instructions to friend يعني أنك تعطي من تعليمات الفصل إلى واحد من أصدقائك هل تعرف تقول ثلاثة من هذه التعليمات لزميلك إذا تعرف صح الواجب لهذا الصفحة listen and practice to the actions trace trace يعني نكتب هنا على اللون الرمادي هنا teacher قال الأوامر قال please stand up please stand up stand up please make a line line يعني سووا زي الطابور يعني وقفوا وراء بعض line زي الخط هنا please sit down please sit down please sit down ها إيش كان الأمر هنا please stand up stand up please make a circle please sit down to trace and write عندنا صديق جديد أولا بسبب مراجعة للحروف اللي أخذناها من قبل A نكتب capital A طبعا عندنا هنا الصطر الأول والثاني والثالث والرابع أوكي كذا A بي يلا أقولوا معي بي سي زي السيركل بس ما نسكرها هزي الدائرة بس موش مسكر مفتوح من هنا A B C D بطن كبير E اللي عنده ثلاثة يد هنا وهنا وهنا بدين أخوه F لو كذا بعدين بس عنده يدين A B C D E F G زي السيركل بس لين هنا وبس نوقف A B C D E F G H I J K بدين L بدين اليوم صديقنا الجديد اسمه M سي مام مام نير مام 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 مي مام 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 مصطفى مام مام مه اوكي كيف بنحاول هنا عندنا سطر الاول وعندنا الثاني وعندنا الثالث هنا عندنا الرابع اوكي في حرف M نفس اللي فوق ما نجي تحت الى الان احنا ما استعملنا الخط هذا اللي تحت سوي capital M from up to down يعني من فوق لتحت زي نمبر ون بعدين زي كذا زي رقم سبعة اوكي بدين نزله مرة ثانية هذا هو M بس ممكن نسوي هنا dot عشان سهل نسوي كذا one بدين نزله هنا في النص كذا وبدين يرجع مرة ثانية فوق يرجع مرة ثانية فوق بدين مرة ثانية ينزل M ما اسوي من هنا كذا no مستعمل السطر الاول والثاني والثالث في كتابكم واضح شوفوا لاحظوا هنا الخطوة الاولى M نمشي على اللون الرمادي M يلا نمشي على dot هذه النقاط صوي dot استسهيل الكتابة M مرة ثانية ممكن بعد تبقوا نسوي في النص هنا dot اسهل لكم مثلا نقطتين كذا فوق ونقطت تحت يلا نوصل ها كذا كذا ها يلا finish تشوفوا هنا عندنا السطر هنا الاول والثاني والثالث طيب يمكن تخربطون انتم تسوون في كذا ينقل تذكروا من فوق لتحت بعدين نرجع فوق وننزل تحت يعني مرة فوق تحت فوق تحت يلا عكس تحت فوق فوق تحت يعني هو يطالع تحت كذا من هنا فتحتين عنده تحت انتبهوا لهذه النقطة او ممكن تسوي رقم ثمانية بعدين ثمانية او جنب ما تسوي كذا لا رمانية رمانية الواجب للصفحة الثانية نكتب هنا على الرمادي قال اشوف الزميلة هنا يقول لها يعني وقف هنا يقول تعال قدام يعني تقدم هنا اني وقف طابور او صف كذا زي الخط هنا يلا سو سو دائرة بس اسمه ن هذا اسم نورة نواف نايف نوف كيف كتابت عندنا سطر الاول والثاني والثالث نفس الام ها كذا كذا زي الثمانية هدن بس فوق بس هذا كذا كذا عندنا الان نفس الام بس هنا ناقص طريقة هذي شوف الام كان ايش كذا 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 الان لا ها بدون هذي يلا نسوي الدوت